مرحبا واهلا فيكن معي بالقناة مرة تانية اليوم رح اعمل وصفة البوزة على تلش بنكية الفواكة طبعا فواكة طبعية استعملت الدراء والليمونادة وصفة كتير طيبة ومنعشة عن جدو كتير سهلة مثل العادل ما ادير بالتفصيل حتكون مكتوبة باسفل الفيديو ما تنسوا تتابعوني على السوشال ميديا وتشتركوا بالقناة ازا بعدكن مش مشتركين بنسبة المكونات انا بحاجة عصير حامض كمية من الدراء في بلاد بيقولولو خوخ ابعتقد طبعا مي وعسل طبعا هلأ بكل بساطة رح اوضع كل المكونات يلي سكرتها بخلاط العصير انا هون استخدمت العسل بس ممكن استبداله بالسكر بس طبعا العسل افيد وهلأ ما علي غير اني اطحن كل شي مع بعضه لحتى يصير عندي المزيج سائل باوالب البوزة رح اوضع شرحاته من الدراء وشرحاته من الحامض يعني حسب هيدا الشي اختياري طبعا وهلأ ما علي غير اني وزع العصير بالتساوي باوالب البوزة بسكر كتير منيح الاوالب بعدين بحطهم بالفريزر على القليلة الشي 3-4 ساعات لحتى يجمدوا كتير منيح وخلاص بعدين بيصيروا جاهزين للتقديم نكهة طلعت ولا اربع من هيك عن جد انتعاش مقل ومثيل كتير كتير طيبين نكهة الليمونادة الحامض مع الدراء عن جد كتير طيبة واكيد ممكن تديفو الفويك اللي حبينا يعني حتى بدل الدراء فيكن تستعملوا الفريز يعني متى كنت نوعه بالفويك فهذه هي الوصفة لليوم وشالله تكون عجبتكن وحبيتوها ما تنسوا تدعموني بلايك وشير وكمان ما تنسوا تطبق الوصفة وتبعتولي الصور واذا كنتوا جدد على القناة ما تنسوا تشتركوا فيا تابعوني على السوشال ميديا وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني مع الف سلامة اشتركوا في القناة